أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مشروع سدواج قناة السويس أسهم في زيادة دخل القناة وأعداد السفن العابرة للمجرى الملحي وفي كلمة له خلال افتتاح القرية الأولمبية وتتشين وحدات بحرية جديدة لهيئة قناة السويس أوضح الرئيس السيسي أن قناة السويس حققت إرادات كبيرة رغم الركود الذي يشهده العالم وجائحة كورونا ما يشهده اليوم هو حركة الركود العالمي كيف يشهد الركود العالمي والسنة التي تحدثت مع كورونا أو هذا وفي الوقت حجم الدخل لأن هناك اعتبارات أخرى تدرس كيان داخل الهيئة يدرس كل شيء بما يوجد الرسوم والواقع العالمي وحركة التجارة ومش بس كده وتكلفة تكلفة النقل عشان في الاخر يقول رسومنا كذا كذا ثاني بقول اللي بيعمل المشروع ده هي قناة السويس يعني المليارات اللي بتتصرف من هين دي لوقتي من داخل قناة السويس ترجمة نانسي قنقر